في الوقت سيخانيا نروح مع بعض كده نتابع آخر تطورات ننفيذ مدارس حياة كريمة في محافظة إنا مع زميلنا أحمد الأفيوني أحمد صباح الخير عليك صباح الخير عليك جمانة وصباح الخير عليك محمد تحياتي لكم بالفعل واقع جديد فرضته مبادرة حياة كريمة هنا في محافظة قنوة تحديدا في القرى الأكثر احتياجا تواجد الآن تحديدا من داخل واحد من أهم المشروعات الخدمية التي نفذتها مبادرة حياة كريمة هنا في محافظة قنوة هي مدرسة الناصر الابتدائية بحاجر الدهثة في قرى مركز فرشوت وهذه المدرسة واحدة من ضمن 237 مدرسة شملتهم أعمال التطوير وإعادة البناء وبناء مدارس جديدة هنا في محافظة قنوة ضمن مبادرة حياة كريمة للمزيد من التفاصيل دعيني يومانا أستقبل معك وعبر الهواء مباشرة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنوة دكتور صبري بداية برحب بحضرتك يعني لو تطلعني على تفاصيل أكثر حول مشروعات التعليم هنا في محافظة قنوة فيما يتعلق بالمبادرة الآثية حياة كريمة وتحديدا في القرى الأكثر احتياجا وكيف ساهمت هذه المبادرة بالطبع في تقليل الكثفات الطلابية داخل المدارس وبالطبع يعني إلغاء الفترتين الدراستين خلال العام الدراسي هو أولا كنستون طيبين ثانيا مشروع حياة كريمة إضافة للتعليم بل هو نقلة للتعليم من مرحلة إلى مرحلة أو من مستوى إلى مستوى لاتجاه التعليم إلى تطبيق القيم المطلوبة داخل المدارس لذلك حياة كريمة استهدافت 237 كما ذكرت حضرتك منهم 78 مدرس إنشاءات منها تعليم وتوسيع وإنشاء جديد 159 مدرسة صيانة شاملة في استلام 51 مدرسة بالفعل هذه المدارس سهمت في تقليل الكثفات داخل الفصول لزيادة عدد الفصول بهذه المدارس أيضا سهمت في إلغاء أو الاتجاه نحو إلغاء الفترة الثانية وكما تعلم أن الفترة الثانية نتيجة لوجود فترتين في يوم واحد يؤدي إلى تناقص ساعات أو دقائق الحصة الواحدة فربما الطلاب في الفترة الثانية يكون الطالب غير يقظ كما هو في الفترة الأولى لذلك حياة كريمة كانت بالنسبة للمدارسنا نقلة هذه النقلة سهمت في كسافة سهمت في تغيير واجهة المدارس وتجميل المدارس علمت أبنائنا بعض القيم كقيمة الجمال وقيمة العطاء وقيمة النظافة هذه القيم التي نرجو أن تنسحب على أطفالنا في حياتهم سواء كان في البيت أو في الشارع أو في العمل مستقبلا دكتور صبري كان لمدرية التربية والتعليم في محافظة قناة تجربة رائدة وهي تجربة تنظيم رحلات لطلاب المدارس لمشروعات حياة كريمة لمشاهدة تحكم الإنجاز الذي تنفذه الدولة على أرض الواقع أيضا كان هناك تخصيص بعض حصص النشاط لشرح إنجازات وأهداف مبادرة حياة كريمة لغرث قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب كيف ساهمت هذه المبادرة أو هذه التجربة في غرث قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب بالفعل هنا في مدارس محافظة قنة طبعا قنة قمت بمبادرة على هامش هذه المبادرة الرئاسية في حياة كريمة فبدأنا مبادرة بعنوان محطات في حياة كريمة كان الهدف منها رصد ما تم إنجازه على أرض الواقع لا في المدارس وقط ولكن في المدارس وفي غير المدارس ولذلك يبنى الخمسة مراكز التي دخلت حياة كريمة في المرحلة الأولى هذه المراكز شاهدنا فيها مراحل إنشاءات وشاهدنا أيضا ما تم إنشاؤه فعاليا معنا الأطفال حوالي 300 تلميذ خلال فترة كاملة كان الهدف منها أن نجعل من أبنائنا الطلاب رسل لهذه المبادرة الرئاسية العظيمة التي لم تشهد مصر قبلها مثيل لذلك كان أبناؤنا يرصدون هذا الموقف ويسجلون وأيضا يقومون بعمل رصد تصوير مع أبحاث مع رصد بيان عددي لهذه الإنشاءات العظيمة ثم قمنا أيضا بتكليف الطلاب بأداد أبحاث حول حياة كريمة وتخصيص أو تحديد المشروعات التي تمت بالفعل بالإضافة إلى أننا خصصنا بعض الحصة الأنشطة داخل المدارس حاضرة كنت معايا في حصة من الحصة للحديث عن حياة كريمة في تسجيلات مصورة لهذا المشروع القيم وقصدنا أننا نعلي القيم الموجودة لدى أطفالنا غرسا وإعلاءا وترسيخا لهذه القيم بل لدى الكبار أيضا حتى نقضي على ظاهرة اللامبلاء بل يجب علينا نحن جميع أن نحافظ على مكتسبات حياة كريمة بالإضافة إلى قيم كما ذكرت النظافة والجمال والعطاء أيضا والحفاظ على هذه المكتسبات بل الانتماء أكثر والولاء لهذا البلد القيم وشرحنا ما المقصود بحياة كريمة والمستهدف منها هو الإنسان الذي يستحق هذه الحياة الكريمة كما ذكر فخامة الرئيس عبدالله التعزيز دكتور صبري يمكن أحضرك كما ذكرت 237 مدرسة شملتهم مبادرات حياة كريمة بالإنشاء والتطوير وإعادة إحلال وتجديد هذه المدارس كيف ستسهم هذه المدارس الجديدة في تعزيز وتطوير المستهمة في مشروع تطوير التعليم الجديد التي تقودها الدولة حاليا هو طبعا المنظومة الجديدة التي دشنا لها ودعا لها معالي الأستاذ دكتور طارق شوق وزير التربية والتعليم هذه المنظومة تدعو إلى العمل على تعليم الأطفال العلم المتكامل الشمولي القائم على التطبيق والمهارات لإذابة الفجوة بين المعرفة وتطبيق المعرفة لأننا في الفترات السابقة كنا نرى أن في لخ التعليم الطلاب يحفظون ثم يسترجعون في أيام الدراسة ثم بعد ذلك ينسون ويحتاجون إلى عادة تهيل عند العمل لكن المنظومة الجديدة دعت الطلاب والمدارس لأن يتجهوا للتطبيق بدلا من التنظير والحفظ والتلقين لذلك هذه المنظومة الجديدة وهذه المدارس الجديدة ساهمت في أننا نطبق المنظومة داخل مدارسنا لأنها تتوافر فيها الإمكانات المطلوبة سواء البنية التكنولوجية أو غيرها من الأساس والمعامل والمكتبات المتكاملة داخل المدارس فتؤهل الطالب لأن يكون باحثا لأن يكون قادرا على التفكير قادرا على المعالجة المعرفة بدلا من حفظ المعرفة أنا شكرا جزيلا دكتور صبري على كل هذه التفاصيل إذن جمانا كان هذا هو لقاؤنا مع دكتور صبري خالد وكيل ودارة التربية والتعليم بمحافظة قنة حول أهم المشروعات التعليمية التي تنفذها الدولة المصرية هنا على أرض الواقع في جنوب صعيد مصر في محافظة قنة فيما يخص المبادرة الرئاسية حياة كريمة وعود إليك جمانا مرة أخرى في الستديو ترجمة نانسي قنة